بمناسبة التصرحات اللي بتجيلنا على الهوى تصرحين انت طالبت الاستاذ جمال علامي وقف تصرحات هو شكله العكس خالص كمل بتصرحين اغرب من بعض الاول يخص المنتخب قال ايهاب جلال لو خسر امام كوريا حيمشي لما تخير الراجل دي مباراوة دية بيفقد بعيدا عن رأينا اصلا في تجربة كابتن ايهاب جلال ولكن الراجل راح يلعب مباراوة دية من غير نجومه اغلبهم المحترفين مش موجودين نعيبة تانية رجعت مصر للاصابة وانت رؤيتك انك بيقيمه منها مش رؤيتك في تقييم التجربة هيعمل ايه قدام كوريا الاغرب بقى لا استنى عندي رأينا انت عارف انا لو ما كان كابتن ايهاب جلال والله يقدم سالتي حالا على فكرة ده اقل القليل من حفظ ماء وجهه فيه مدير فني احنا طبعا مختلفين على فكرة الاتجاه للمدارب المصر انت هنا تتكلم عن موقف الشخص لكن بالضبط اجيب مدير فني اشيله بعد 15 يوم ولو انت في مباراوة دية خسرتها هتمشي مش رؤيتي انك حتى لو كسبت بس ممكن امشي في مباراوة دية وانا بقالي سنة فبدأ الاداء سيئ النتائج سيئة فجيت في مباراوة دية زي ما حصل مع كابتن جاري في الهزيمة مليونان ستة لكن انا جايب اتكلم في مدير فني ماسك الفريق منتخب مصر 15 يوم وجاي في اليوم الـ 11 يا كاك يا اساس جمال اقوله لو خسرت كوريا اللي هو متوقع بالنسبة كبيرة اصلا انه هو يخسر من كوريا امشي انا لو من كابتن اياب جلال فورا النهاردة يا جماعة انتو اجيل لكم طيارة خاصة طالعين بقى كلكم الاتحاد برئاستو بكله خدوا معاكم مدير فني كمان يدر لكم المباراوة دية طبعا التصرحات دي جاءت في برنامج على مسئوليتي اللي الاعلامي الاستاذ احمد موسى كان معاه رئيس الاتحاد اللي قال تصريح اغرب ردا على فكرة طب ليه مقدمتوش قلم احنا كنا ممكن نقدم ملف الاستضافة وما ناخدهاش عارف ده فكرني في فكرة لما حد يقولك انت سقيت يقولك طب انت مذاكرتش فسقيت فيقولك الله طب ما انا برضو كنت ممكن اذاكر واسقر طب زاكر يعني زاكر الاول واعمل الشغل بتاعك وبعد كده انجحت وسقيت دي حاجة بتاعتك انما يعني مش يمكن لما اجرب اطلع ما بعرفش يعني الكصة صعبة جدا يعني انا حاس الفيلم والله الموضوع داخل الكوميديا لا ده الفيلم مكمل اه انت بتسوها لا بتسوها مش يمكن لما اجرب اطلع عارف لا الفيلم مكمل وبنرمي القنابل لبعض دلوقتي طبعا انت قلت على يعني في برنامج الاستاذ احمد موسى على مسؤوليتي دلوقتي الاستاذ احمد موسى جايب يعني مقارنة ما بين او مداخلة يعني بتجمع المهندس احمد مجاهد اللي هو الدكتور اللي استاذ جمال علام قال لك او ما عايزين يمشون عشان يجوبوا اللي قابلي فجالوا اللي قابله على التليفون وبدأ دلوقتي كل واحد بيرمي الكنبلة في حجر التاني انا اللي مسؤول لا انت اللي مسؤول طب تراهيني لو انت اللي طلعت المسؤول وانت اللي عندك الخطأ هتعمل ايه قال له وقتها ربنا يسهلها يا جماعة دي تصريحات ناس مسؤولة عن ملف كرة القدم المصرية والله العظيم كرة القدم المصرية تستحق افضل كثيرا من اللي بنسمعه ده احنا اللي اسسنا للاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي مش عارف تاريخ كرة القدم المصرية ارجوكم توقفوا عن هذا العبس حقيقة احنا طبعا بنشكر لستاذ احمد موسى ان هو عامل الحالة دي وان كان في توقيت برنامجنا بس ما فيش مشكلة يعني ده لقاء السحاب ليس كل ما يعرف يقال في مواجهة مش يمكن لو قدمنا ما كناش خدناها يعني الموضوع وصل لمرحلة صعبة جدا يا جماعة انا بقوله منظومة النادي الاهلي باحترافيتها وصلت كتير جدا من الاشياء الغريبة في الرياضة فيعني انا بقوله اللي بيعملوا الاهلي ده اعجاز حرفيا من نتائج وبطلات نروح بقى لفيديو معانا برضو عن استفسارات الاهلي وجهها للاتحاد المصري لكرة القدم نطلع نشوفها ونرجع نعق لدينا ثلاث استفسارات الاستفسار الاول لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب الاستطافة المبارنة النهية لدارو الأبطال مع انه تسلم خطاب الكاف يوم 19 1 22 وتم اغلاق باب التقديم يوم 28 22 يعني بعد شهر 40 يوم تقريبا وعندما قرر اتحاد الكرة بعد 40 يوم عندما قرر اتحاد الكرة الرد على اخطاب الكاف قام بالرد بعد اكثر من شهرين او شيء يعني 40 يوم ولم يطلب اه لا شهرين لانه هو في شهر 28 وردنا في شهر 4 يعني اللي هي حسب الخطابات وتوريخ الخطابات قام بالرد بعد اكثر من شهرين ولم يطلب التنظيم بل طلب اقامة المباراة على ملعب وحيد الاستفسار الثاني لماذا اتحاد الكرة ظل يماطل مع عدارة الاهلي اربع تيام وانا داخل في قضية مع الكاس اربع تيام عشان اخد ورقة لماذا اتحاد الكرة ظل يماطل مع النادي الاهلي اربع ايام حتى يحصل على النادي على صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والافريقي وهذا حق اصيل لو عارفين في اللوايح والدستور هذا هذا حق اصيل للنادي وهذا حق اصيل للنادي وفقا لمبادئ الدستور المصري الذي يكفل حرية تبادل المعلومات بين المؤسسات ولولا انقام النادي بتسعيد المواقب للساد وزير الرياضة ما حصل الاهلي على صورة من الخطابات التي كان في حاجة ملحة اليها في وقتها لبناء موقفه القانوني امام محكمة الرياضية الدولية الاستفسار الثالث لماذا لم يحرص اتحاد القرى على استكمال ده الشغل شغل الاداري لماذا لم يحرص الاتحاد القرى على استكمال ملفه لده الكاف اسوى بما حدث مع نيجيريا التي استكملت ملفه استكملت ملفه وقاسنا ده تنظيم نهاية الكون فدرية رغم استبعادها في بادي الامر هنا كابتن محمود الخطيب كان بيتكلم في شيء مهم جدا قال حق النادي الاهلي في معرفة المعلومات المتبادلة بين طرفين هو معني فيها الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري وشأن يخص الاندية وان اغفال ده عن النادي الاهلي وانه ما يوصلش للنادي الاهلي ده افتئات على حق النادي الاهلي ووضح كابتن محمود الخطيب ازاي ده اثر على القضية وازاي اثر على موقف النادي الاهلي في حاجات كتير واثر على موقفك القانوني المؤتمر كان بيتكلم في اشياء كتير يا يا اسامة ووضح نقاط كتير وضح بالرد وفي امور طبعا النادي الاهلي شكر الوزارة اللي بتقوم دلوقتي على تحقيق اكيد وشكر الدولة فيما يخص الخطبات او فيما يخص دور وتدخلات الوزير اللي كابتن محمود الخطيب اشاد بيها وهنا بننتظر نتائج التحقيقات عشان المقصر لمصلحة الكرة المصرية لان كابتن محمود الخطيب قال حاجة منقصر يا جماعة قام بالتقصير ليس في حق النادي الاهلي بل في حق الكرة المصرية رقم واحد من استضافة حدث كبير جدا شفنا المغرب كانت بتزهب ازاي رقم اثنين مداخيل وعوائد في حاجات كتيرة جدا تسوقية رقم ثلاثة حق النادي الاهلي اللي هو بيحمل لواء الكرة المصرية حاليا في انه ياخد التالتة على التوالي وفي نقطة في نقطة مهمة جدا اتقالت بعد الشكر المؤسسات وبعد ما انتظار نتائج التحقيقات النادي الاهلي قال انه هو هيترق كل الابواب وكل الهيئات اللي هتحافظ على حقوقه بعد ما نصل لنتائج التحقيقات دي بمعنى انه وارد جدا يكون اي مقصر يتحول لمسائلة قانونية بشكل مختلف تماما ودي كانت نقطة مهمة جدا وزي برضو من شأنها انها تحافظ على العلاقة ما بين الاتحاد والاندية فكرة الاسرار على ارسال كل المكتبات بشكل واضح وفيه شفافية وفيه نزاهة وما نبقاش وعين تحت فكرة اصل ده خطأ غير متعمد لا نرجع تاني ونقول اصل النادي الاهلي هو اللي اخطر رسالة اخيرة لجمهور النادي الاهلي شوف التصرحات اللي بتطلع شوف التصرحات عاملة ازاي بتاعة مسؤولين في اتحاد الكرة وقيم الوضع وافتكر جملة كابتن محمود الخطيب اللي قالها ناس كتيرة مش عايزاك تحقق بطولات جمهور النادي الاهلي هو اللي بيتكاتف معاه جمهور النادي الاهلي هو حماه نشوفكو بعد الفاصل